استعراض للقوة بالمنطقة الخضراء وتهديد لرئيس الوزراء مصطفى القاظمي تداعيات ما حصل بالأمس في بغداد لها ستكون كبيرة فلنتحدث قليلا عن ما حصل بالأمس في بغداد كتائب حزب الله في العراق هي فصيل تم الإعلان عن تأسيسه في إبريل عام 2007 وتحديدا في مدينة العمارة جنوبي العراق تشكلت من اتحاد عدد من الميليشيات المسلحة هي لواء أبو الفضل العباس بالإضافة إلى كتائب تحمل أسماء كربلاء وزيد بن علي وعلي الأكبر ليس لها هيكل تنظيمي عسكري أو إداري ولم يعلن عن أمين عام لها إلا أن هناك متحدثين باسمها من الجانبين العسكري والمدني تقدر أعداد مسلحي ميليشيا حزب الله العراقي بسبعة ألاف عنصر وهي جزء من ميليشيا الحجد الشعبي طبعا يشرف على تدريب عناصرها قيادات إيرانية ولبنانية أبرزهم كان عماد مغني الذي قتل في سوريا عام 2015 كما أن هناك عناصرها كانوا من أوائل المسلحين الذين قاتلوا في سوريا إلى جانب قوات النظام طبعا عقب الاحتجاجات الشعبية عام 2011 أسلوب عملها شبيه بأسلوب ميليشيا حزب الله في لبنان وترتبط بإيران بشكل مباشر حيث تعتبر أن ولاية الفاقه هي الحل الأمثل كما ترى في تأسيس الجمهورية الإيرانية إنجازا عظيما ومرحلة أساسية للتمهيد لإقامة دولة العدل بحسب موقعها الإلكتروني طبعا على الجانب المدني والسياسي فإن ميليشيا حزب الله في العراق غير ممثلة في حزب سياسي كما تضم أربع مؤسسات مدنية معلنة وهي هيئة المساجد والحسينية ومؤسسة الهدف ومؤسسة زينبيات وطبعا مؤسسة للنخب الأكاديمية إلى جانب مؤسسات أخرى لم يتم الإعلان عنها مختصة بالتثقيف الديني والتجنيد العسكري بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية